مثال على شكل العلاقة بين X و Y أول مثال قدامنا Y تساوي F و X يبقى احنا هنقول أن Y و F و X هم كلمتان مترضفتان لبعض طيب الطرف اليمين بقى هو عبارة عن تعبير رياضي يحتوي المتغير المستقل X يعني تعبير رياضي يعني يحتوي على عمليات جبرية على X X أرفح القصة 4 أضربها في سالب أرفحها تربية أضربها في 3 أجمعها على X فده تعبير رياضي يحتوي المتغير X بالإضافة إلى عمليات جبرية عليه دادل شكل ثاني للدلة كسر بسط ومقام شكل ثالث للدلة جزر شكل رابع للدلة دلة المقياس زائد 3 X تربية شكل خامس للدلة القصين مضربين في بعض القص الأول بيحتوي على المتغير المستقل X والقص الثاني بيحتوي على المتغير المستقل X مع إضافة عمليات جبرية عليها الدلة لا تنفعش تمشي من غير حاجتين هنعتبر الحاجتين دول الحرس الخصوصي بتاع الدلة أول حاجة هي المجال دومين يعني إيه مجال المجال هو فئة جميع قيم المتغير المستقل X اللي تجعل المتغير التابع قيمة حقية يعني قيمة X لما عوض في التعبير بتاع F وف X يديني قيمة حقية وخلي بالكو كلمة مين فئة وعشان كده في الواحدة الأولى عرفنا الفئة وعرفنا العمليات التي عليها طيب برمز للمجال بالرمز D وإندكس تحت كده D F وف X معناها مجال الدلة اللي اسمها F وف X يعني لو الدلة بتاعتي بدل ما اسمها F وف X اسمها G يبقى أغير كلمة F وحط G أو اختصارا بكتب ان المجال بتاعي هو G الحرس الشخصي التاني أو الخصوصي بسميه المدى Range ايه هو المدى؟ هو فئة جميع قيم المتغير التابع من Y المناظرة للمجال يعني ايه مناظرة للمجال؟ خدت قيمة X وعوضت في الدلة فبديتني قيمة يبقى القيمة دي من ضمن المدى ونرمز للمدى R اللي هو الرانج بتاع الدلة F وف X أو اختصارا بكتبها مين؟ بكتبها R